ما الذي يعانيه اللاجئون الفلسطينيون أسعد الله مساءكم كل خير اللاجئين الفلسطينيين مر أكثر من 75 عام على لجوءهم في أسقاع الأرض وبالتالي اللاجئ الفلسطيني هو أكثر لاجئ في الكرة الأرضية يعاني في هذه الفترة الطويلة من هذا الزمن وخاصة في مخيمات اللاجئين في الأقطار الخمسة في الضف الغربي وغزة والأردن وسوريا ولبنان وبالتالي الأنروا تشكلت عام 49 بقرار أممي حتى إنها تكون بإغافة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لأن العالم بدرك أنه سبب هذه النكبة وسبب تشرد هؤلاء الناس من وخروجهم من أرضهم ومن بيوتهم بعنوة تحت التهديد وتحت صياط الحرب التي قامت بها العصابات اليهودية على الشعب الفلسطيني في عام 48 وما قبل ذلك وبالتالي الأنروا من واجبها إنها تتعيل هاي الأعداد الموجودة وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولية نكبة اللاجئين الفلسطينيين ومن ثم نكستهم بالتالي اللاجئين يعيشون بظروف صعبة جدا داخل هاي المخيمات إن كان في الخارج نتيجة الحروب ونتيجة عدم موجودهم على أرض وطنهم له تأثير كبير وفي الضفة الغربية وقطاع غزة نتيجة برضو الحروب ونتيجة الاحتلال الإسرائيلي الموجود لغاية الآن على هاي الأرض والعمليات للاكتحامات المتكررة والتنكيل والفكر والبطالة وكل هاي الأمور مجتمعة أدت أنه يوصل وضع اللاجئين في هاي الأقطار وخاصة في مخيمات الضفة الغربية خلينا نحكي لأن الإضراب اللي بيخذوا العاملين هو في الضفة الغربية فقط لها كثير من الأمور وانعكسة على الموظفين اللي بيطالبوا بمطالب شرعية بالنسبة لهم في رواتبهم وعملهم وتثبيتهم في الوظائف وغير ذلك من المطالب اللي بيقوموا فيها فاللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات هاي المخيمات مضى على إقامتها أكثر من سبعين عاما وما زالت كما هي بنفس المساحة ونفس البناء القديم وتم تطويره لكن هناك اكتظاظ بالسكان بهاي المخيمات اكتظاظ بالعاطلين عن العمل اكتظاظ بالفقر بالمرض بكل هاي الأمور اللي بتحيط في اللاجئين الفلسطينيين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة